تواصل العائلة الفلسطينية مغادرة مخيم جباليا للاجئين شمالية قطع غزة بسبب العدوان المتواصل من جانب جيش الاحتلال على المنطقة من جهتها أعلنت الأمم المتحدة عن أكثر من مائة ألف شخص فروا من شمال غزة في الأسبوع الأخيرة بالتزامن مع شن إسرائيل عمليات عسكرية جديدة في عدة مناطق هربا من الهجوم العسكري الإسرائيلية تواصل العائلات الفلسطينية مغادرة مخيم جباليا للاجئين شمالي قطع غزة بحثا عن مكان آمن في منطقة لا يوجد فيها غير الموت والدمار هؤلاء الرجال والنساء والأطفال شقوا طريقهم سيرا على الأقدام أو على عربات تجرها الدواب أو في سيارات مكدسة بالممتلكات وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من مائة ألف شخص فروا من شمال غزة في الأسابيع الأخيرة بالتزامن مع شن إسرائيل عمليات عسكرية جديدة في عدة مناطق وداهمت القوات الإسرائيلية بشكل متكرر مخيم جباليا المقام منذ النكبة الفلسطينية في عام 1948 وتحول إلى منطقة مقتضة بالسكان خلال الأشهر السبعة الماضية ترجمة نانسي قنقر